رأسة اليوم عمدة بلدية نمينة مريم محمد ميتاء أعمال الدورة التدريبية حول تقنيات الحاسب الأهلي بإصالة اجتماعاته بالولدية هارون أب آدم من أجل الحصول على إدارة نزيهة وشفافة بطريقة حديثة ومنتظمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة تجيء هذه الورشة التي استفاد منها المشاركون في تقنيات رصد البيانات الخاصة بالتجار وأصحاب المحلات والقطع الأرضية إضافة إلى تشخيص التراخيص ووثائق الاستثمار من مدينة أنجمينة كما أن هذه الورشة ستساهم بلا شك في تحسين أداء قسم الإدارة الإلكترونية ببلدية أنجمينة خاصة في دفع الضرائب والإرادات المالية الأخرى وضبط طريقة نافذة لمعالجة البيانات الخاصة وقد أكدت عمدة بلدية أنجمينة مريم محمد مينتا أن هذه الورشة التدريبية نظمت بهدف رفع كفاءات الفنين العاملين في مجال الحاسوب لتزهيل عملهم لزيادة الدخل العام كما أنها خطوة جادة لتقلص عمليات التهريب وإصدار وثائق إثبات مالية كفواتير وغيرها بطرق غير مشروعة من ذوي النفوس الضعيفة وأن التقنيات الجديدة كفيلة بإصدار بطاقة ممقنطة لتشخيص المساهمين وقد وزعت إفادات للمشاركين تشجيعا لمشاركتهم ترجمة نانسي قنقر